مبارح بالليل أعلن أن الزمالك جات له قصة جديدة وهي مستحقات الرعاية في قصة اللاعب سامسون أكينيولا اللي الحد من شهر كان الزمالك أساسا ناوي أنه يمشي ويستغل بند في العقد أن اللاعب يتم فسخ التعاقد بدون أن يكون على الزمالك التزامات ورغم كده قعد سامسون وكمل وبالتالي ما بقى الزمالك ما ينفعش أن يفسخ العقد لأنه فترة السماح انتهت وإنت بتتكلم في ده بتظهر قصة أن الزمالك عليه فلوس رعاية لو ما دفعهاش هيتوقف قيده لكن ده كان مبارح بالليل لأنه في الزمالك كل يوم قضية جديدة النهاردة وفي قصة خالد بطيب المستمرة منذ سنوات منذ رحيله عن القلعة البيضاء بيصل إلى الزمالك خطاب بيقول فيه من جانب المحكمة الرياضية الدولية إنك مهم إنك تدفع 25 ألف فرانك سويسري ودي العملة اللي بيتم التعامل بيها على مستوى المحكمة الرياضية قبل يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري إذا أردت استكمال الإجراءات الخاصة بأنك بتستأنف ضد القرار الموقع عليك بأنك تسدد 3 مليون لو ما حصلش هيتم إلغاء الاستناف ويبقى عليك أنك تسدد 3 مليون وإلا سيتم إيقاف القيد على الزمالك علشان يبقى عند الزمالك دلوقتي خمس قضايا ما بين الفترة من 10 يوليو الماضي حتى الثالث من سبتمبر الجاري بمعنى إنه خلال 55 يوماً خمس قضايا بتقول الزمالك ادفع وإلا سيتم غلق القيد وهو بالفعل موقوف عن القيد ضمن أحداث قصة شيكابالا تعالوا مع بعض نبدأ لأن الناس كلها بتتساءل وبتنسى في خضم القضايا المتتالية على مجلس إدارة نادي الزمالك أو على كيان نادي الزمالك بتنسى تفاصيل كل قصة فتعالوا مع بعض نبدأ بأحدث القصص ونبدأ بالقصة الخامسة مروراً بالربعة والتالتة والتانية والأولى والبداية مع قضية اليوم خالد بطيب المهاجم المغربي اللي لعب مع الزمالك فترة قصيرة وتوجى خلالها بالكونفدرالية ورحل بعد فسخ التعاقد واستمرت القضايا منذ هذا الحين خالد بطيب المهاجم المغربي المنضم للزمالك سابقاً كانت قصته كالتالي قصة خالد بطيب النهاردة الزمالك تلقى اختاراً وخطاباً من المحكمة الرياضية يفيد بضرورة سداد القلعة البيضاء على وجه السرعة مبلغ 25 ألف فرانكا رسوم إضافية في قضية مهاجم الفريق السابق خالد بطيب الاختار اللي وصل للزمالك من النهاردة بيقوله أنه لازم يدفع قبل يوم 15 سبتمبر وفي حالة عدم السداد يسقط استئناف القلعة البيضاء وقتها يكون البيض مطالباً بسداد 3 مليون يورو ما يعادل 100 مليون جنيه مصري الزمالك كان تقدم باستئناف على الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتغريم النادي لصالح اللاعب ما يقرب من 2 مليون يورو و 680 ألف يورو المحكمة رياضية وقتها حرست على تلقي المستندات الجديدة كافة اللي قدمها الزمالك خلال جلسة الاستماع الأخيرة كما جرى الاستماع إلى الشهود على أن يجرى الفصل في القضية خلال المرحلة المقبلة ده كان اللي خرج وقتها القلعة البيضاء أثبتت في جلسة الاستماع الأخيرة أن خالد بطيب تغيب عن حضور التدريبات وكان يتهرب من المشاركة في المباريات بداعي الإصابة كما أنه حصل على كل مستحقاته المالية على عكس ما يردده اللاعب ومحامي بأن إدارة النادي الأبيض رفضت علاجها طب ما خالد بطيب ده ما تيجو نسترجع كده الفترة للعب فيها في الزمالك كانت عاملة ازاي على مستوى المشاركات هو انضم في يناير 2019 لعب 24 مباراة بالقميص الأبيض سجل خمسة أهداف وصنع هدفين ورحل في يناير 2020 أي بقى في الزمالك لمدة عام وأصبح الزمالك مطالبا بدفع 3 مليون يورو تقريبا هنا احنا بنتكلم عن خالد بطيب